تعتمد التخصصات التي تدرس في كليات المجتمع في الولايات المتحدة على ما يحتاجه سوق العمل ما يدفع تلك الكليات التي يزيد عددها عن ألف إلى تجديد البرامج التي تقدمها تحديد احتياجات سوق العمل أمر بالغ الأهمية بالنسبة لكليات المجتمع في الولايات المتحدة إحدى أهم أهدافها منح الطالب فرصة الحصول على وظيفة فور تخرجه من تخصصه هدف يدفع كليات المجتمع إلى التعاون بشكل وثيق مع مؤسسات تنظيم سوق العمل والقطاع الخاص لمعرفة احتياجات السوق نحن نسأل باستمرار عن حاجات سوق العمل لأن ما يهمنا هو أن يحصل الطالب على وظيفة فور تخرجه من كليات المجتمع وبهذا يسهل علينا وضع البرامج المستهدفة تمر عملية وضع تخصصات الدبلوم بإجراءات عدة قبل أن تصبح نافذة لكي يتم منح الترخيص لتدريس أي تخصص في كليات المجتمع لا بد من وجود إطار منهجي يحدد الأهداف التي يحتاجها التخصص لتخريج طلبة قادرين على ملء احتياجات سوق العمل ولا يتم منح القبول على أي تخصص إلا بعد موافقة وزارة التربية والتعليم وتختلف التخصصات التي تقدمها الكليات تبعا لاختلاف الولايات والمدن التي توجد فيها ويتم دراسة مدى جدوى التخصص تبعا لتقارير تريد إلى هذه الكليات من الجهات النظمة لسوق العمل كثيرة هي التخصصات التي لم تعد تدرس في الكليات بسبب عدم حاجة السوق إليها ويتم استبدالها بالتخصصات المرغوبة فيها تشهد كليات المجتمع في الولايات المتحدة إقبالا من قبل طلبة الباحثين عن أقصر وأسهل الطرق للانخراط في سوق العمل وتوفير وظائف تبعدهم عن البطالة